اشتركوا في القناة مخلوق لله سبحانه وتعالى وإنما يقول هذا يطيع الحسين لأن الرسول هو الذي أمر لأن الله هو الذي أمر بإطاعته الله سبحانه وتعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم ما قال من عبادي قال من عبادكم لأن العبيد يطيعون مواليهم لذلك إذا قلت إن فلان عبد زيد هذا كلام صحيح لأنه يطيعه وأيضا حتى العامة يرون أن واحد من بني أعمام الرسول صلى الله عليه وآله كان اسمه عبد المطلب عبد المطلب ابن حارث ابن فلان ابن عبد المطلب ابن عم الرسول والرسول أقره على اسمه ما غيره الرسول كان يغير الأسماء التي فيها عبادة للأصنام عبادة الأصنام وطاعة الأصنام لا يجوز رب إنهن أضللن كثيرا من الناس أما إطاعة ولي الله فهذا جائز بل قد يكون مأمورا به اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة